انا عارفه ازاي ده؟ لا طبعا فيه اشارات كتير وعالمات بتبين كان الشخص ده توكسك ولا لا اول حاجة الاصر اللي في نفسي اللي بيسي والشخص على الاخر يعني لو انا مثلا كنت في علاقة ولقي نفسي ان انا طول وقت انا متضايقة مش مبسوطة بحيث ان بعد ما بيحصل مكالمة التليفون او لقاء او حاجة بحيث ان انا لا في حاجة غلط انا الموت بتاعي اختلف ده اول معيار اه ايه تاني كمان انه مثلا ممكن نلاقي ان الشخص نفسه كثير الشكوى كثير الشكوى يعني مثلا طول وقت بيشتكي شكاي ده علامة من علامات الشخص توريين ان ده شخص توكسك ليه؟ لان الحاجات دي معادية الاشارات النفسية او الفايب اللي بتبقى طالع من الشخص نفسه بتبقى بتنطبع على الشخص اللي قدامي الشكوى الانتقاد عدم الكفاية طول وقت شايفه مش كفاية كل ما بيعمل حاجة بيصغر منها كل حاجة المقارنات ده اكيد خلي بايك المقارنات كمان مش ما بين شخص واخر ممكن يكون ما بين شخص نفس الشخص في مراحل مختلفة من حياته خلي بالك انه برضو ممكن يكون الشخص هو توكسك لنفسه يعني مش شرط يكون ما بين شخصين بمعنى انا مثلا انا كشخص مثلا بمارس على نفسي عبارات طول وقت سلبية انا مش كويس بمارس جلد الزيت جلد الزيت او اللوم او اعاتب نفسي كل شوية او انا بغلط كتير بس ده كويس اعتقد لكنه بنسب زي ما انت قلت كده بالزبط كل حاجة بنسبة معتدلة هي كويس لكن لما بنروح الالكستريم هنا ما بتبقاش كويسة لان زي ما انت قلت في اول اللقاء انها بتأثر تأثير سلبي على الصحة الجسدية كمان صحيح طبعا طيب انا في بعض الاوقات يعني الشخصية دي ازاي نتعامل معها لانه في بعض الاوقات انا مش دايما هقدر اتخلص من هذه العلاقة برافو برافو لانها ممكن تكون في اقرب دايرة للشخص ممكن تكون جاي من الاسرة ممكن جاي من الزوج ممكن جاي من الابناء من الاخوات من الاخوات برافو عليك تمام فطبعا دي هلقات مش ممكن قادر اتخلى عنها ولكن في حاجة مهمة اوي الشخص لازم يكون عارفة الوعي انا واعي وانا بتعامل مع هذي الشخصيات بمعنى ان مش كل حاجة سلبية او انتقاد او لوم يتوجه لي اخدوا على انه حقيقة طب ازاي بقى هنا احنا دايما نقول ان النقد او النصيحة دايما بتيجي من القريبين هنا تسمع النصيحة جاي من خواتك جاي من مراتك جاي من بلادك لا خلي بالك من حاجة انه الشخص اللي بيديك النصيحة هو قريدي عنده خبرات معرفية سابقة من خلالها بيقيم الشخص اللي قدامه ومن خلالها بيصدر الاحكام ومن خلالها بيصدر المناسب واللي مش مناسب بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي هو صحيح مش ليك انت فالوعي بمعنى ايه ان مش كل حاجة انا هسمعها هتبقى 100% صح فهنا لازم ان انا اتعامل بحيادية في الموضوع ان انا اطلع نفسي من الموضوع انظر نظرة حيادية هل فعلا انا كنت محق في الحاجة دي؟ هل انا فعلا هو كان عنده حق؟ يعني كأن بالضبط واحد صحبي جاي بيحكي لي المشكلة اشتركوا في القناة